بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من المحاضرة بتاعت الـ Load Distribution و الـ Esthetical Systems هنتكلم دلوقتي عن توزيع الأحمال بالنسبة للبلاطات الـ Slab Load Distribution عندنا في نوعين من البلاطات في نوع بنطلق عليه الـ One-Way Slab ونوع بنطلق عليه الـ Two-Way Slab ماهي الـ One-Way Slabs؟ الـ One-Way Slabs عندنا المثال الأولاني البلاطات الكابولية أو الـ Cantilever Slabs Cantilever Slabs دي يعني ايه One-Way Slabs؟ يعني هي بترمي الحمل بتاعها في اتجاه واحد فقط اللي هو اتجاه الكاميرا اللي شايلها، الاتجاه دوت دوت اللي هو الـ One-Way Slabs بالنسبة لي الـ Cantilever Slabs بلاطة كابولية بترمي الحمل بتاعها، اللوت بتاعها كله بيروح بشكل مباشر على الكاميرا اللي جنبها طيب، لو عندي بلاطة متشال على كاميرتين زي البلاطة ديت منطقي ان البلاطة ديت نص حملها بيروح للكاميرا دي ونص حملها بيروح للكاميرا ديت فهنا برضو البلاطة بتتقسم نصين بالشكل ده من نصها، خط كده يقسمها نصين ونص الحمل بيروح للكاميرا ديت ونص الحمل بيروح للكاميرا التانية دول One-Way Slabs Explicit يعني One-Way Slabs صريحة اللي هي الكابولي أو الـ Cantilever Slab والبلاطة اللي هي supported on two beams طيب، لو عندي بقى بلاطة supported على four beams بلاطة متشال على أربع كاميرات زي البلاطة دي في الحالة ديت عندي احتمالين هي تكون نسبة طول البلاطة لعرضها كبيرة هي تكون نسبة طول بلاطة لعرضها صغيرة هي كبيرة أو هي صغيرة، هي المتة بتاعنا اللي هو اتنين لو هي النسبة اكبر من% او تساوي اتنين يعني البلاطة دي مثلا لو الطول بتاعها b والعرض بتاعها ايه يبقى لو ال-b على a اكبر من او تساوي اتنين دي بنعتبرها one way slab يعني اللي تجاهل قصير البلاط تقسم بخط كده زي الحالة اللي احنا قلناها من شوية اللي هي على كمرتين بس دي طبعا مش على كمرتين دي على 4 تتقسم بخط كده والاتجاهل قصير اللي تجاهل فيه نصه او نص البلاطة تروح للكاميرا الطويلة ونص التانية يروح للكاميرا الطويلة التانية دي لو هي نسبة بي على ايه اكبر من او تساوي اثنين طيب لو نسبة بي على ايه اقل من اثنين يعني حاجة مثلا من واحد لغاية اثنين ساعتها بقى الاربع كاميرات بيشيلوا احمال من البلاط بيتشال ازاي في طريقة بنعملها ان احنا بناخد خط على 45 درجة من كل كورنر فالخطوط دي بتتقابل لو هي بلاطة مربع لو بي قدل ايه يبقى الاربع خطوطها هتقابل طبعا في نص او في مركز المربع بالزبط لكن لو هي مش مربع هتقابل في خطين هنا اتقابلوا في نقطة وهنا الخطين اتقابلوا في نقطة وهيبقى بينهم مسافة المسافة دي بنعملها خط موازي دي الكاميرا اللي في الاتجاهة الطويل كده يبقى عندي مسلس شبه منحرف مسلس شبه منحرف يبقى البلاطة بتقسم الى 2 تريانجولر و 2 ترابيزويدل يبقى فيه اربع اريات فيه 2 اريات منهم تريانجولر وفي 2 اريات ترابيزويدل فالترابيزيام ده بيروح للكاميرا ديت والترابيزيام ده بيروح للكاميرا ديت كل كاميرا مسؤولة عن الارية اللي جنبها يبقى احنا كده طب ايه اللي خلانا عملنا الشكل دوت يعني ليه ليه قسمنا بالخط كده ينصف الزاوية ده ليه علاقة بحاجة اسمها الفراكشور لاين او الييلد لاين سيري ان البلاطة ديت مع الاحمال لما الاحمال اللي عليها تزيد جدا وتبقى قرب بالفلير بيحصل الكراكس في الاتجاهات على نفس الشكل دوت شكل المسلط او شب المنحرف ده يعني الخطوط اللي لونها ازرق دي بيبقى فيه كراكس على بنفس الاماكن ديت الكراكس ديت بيبقى عندها عالية وعرضها بيبقى كبير وبيحصل ييلدين في الحديد في المكان ده فعشان كده يسموه الييلد لاين سيري او الفراكشور لاين سيري برضو التسميتين ينفعه فالشكل الفاينال للبلاطة بيبقى قرب الكسر بيبقى بالشكل ده فعشان كده بنعتبر ان كل كاميرا مسؤولة عن الشكل اللي هو جنبها اللي هو لازي فيها طيب واحد يقولي طب اشمعنا دي الخط مش كده اشمعنا لما تكون بيه على ايه اكبر من او تساوي اتنين الخط مش كده ما تعملش مسلس هنا يعني ليه ليه ما نجيش نعمل مسلس هنا كده كده بنفس الكونسبت مسلس كده ومسلس كده والخط ده كده ملوش وجود يعني والخط ده كده ملوش وجود طيب نظريا نظريا الكلام ده صح هو فعلا اي بلاطة متشعر على اربع كاميرات بيبقى الييلد لاين بتاعها او الفراكشور لاين بالشكل ده لازم بيبقى مسلسين واتنين شبه منحرف ولكن في حالة البلاطة اللي هي الريشيو بتاعتها الريكتانجولاريتي ريشيو اللي هي كبيرة اكبر من او تساوي اتنين بيبقى المسلسين دول صغيرين يعني المسلس اللي هنا ده او المسلس السنة ده صغيرين can be neglected يعني معظم الحمل يعني تخيل المسلس صغير ده ولا شب المنحرف ده يعني ده طبعا كبير جدا بالمقارنب ده فمعظم الحمل بيروح للقامرة اللي هي طولها كبير عشان كده الجزء ده بيهمل احنا هنعمل ايه احنا هنهمله يعني انا بس بفاهمك الكنسيبت بس عشان تبقى ايه يعارف ايه اللي بيحصل لكن احنا اللي علينا واللي انت مطالب بيه واللي حسبك عليه صح والغلط انك الوان ويس اللي بيه على ايه اكبر من ايه واستوى اتنين تعمل لخط كده تقسيمة بلطين ما تقوليش انت قلتلنا بقى ايه هنقسم شبه ونحرف ومسلس وبتعلق ده احنا فيه اه زي رولز احنا خدناها وهنمشي كلنا عليها ونلتفق عليها ونمشي على ايه لازم كلنا نلتزم بيه ولكن انا بقولك بس عشان لو انت ترأى لزينك السؤال ده وتشمعنا يعني لأ هو مش اشمعنا قلتعم unknown رشيو اقل من اتنين هنا انا متعمد ارسم لك إن الاتجاه اللي ماشي فيه اللود هو الاتجاه الطويل لأن هذه على كمرتين يعني ما لها شها علاقة بين الطويل ومن قصير هي وأضمققدًا الكمرتين ggak لازم يمشي بالأربع كمرات الأولى يستطيع بي confiance لكن على الähجاه الأنواء يمشي بالأكامية وتخرج بقائه الكمرتين يمشي بالأكامية والأكامية هذا هو الموزنة ما هي أنواع الأحمال التي على الكاميرات؟ هناك ثلاثة أنواع من الأحمال الأولاني الوزن أو الوزن الذاتي، وزن الكاميرا وهذا؟ حمل حيطة كما أتفقنا، في الأغلب، نبقى القاميرا فوقها بحيطة إلا طبعاً لو نحن في الروف، دور النهائي، ممكن تبقى الكاميرا مفيش فوقها حيطة يبقى فوقها سطح سطحها مش مبني فيه حوائط فخلاص مفيش واللود لكن في الـ typical floors أو في الأدوار المتكررة بيبقى عندي واللود وفيه بعد كده الـ slab load اللي هي الأحمال اللي جاي على الـ slab لو قسمنا الأحمال ديت من حيث طبيعة الأحمال فاحنا عندنا فيه نوعين من الأحمال فيه اللي هي الـ dead loads وفيه الـ live loads الـ dead loads هي الأحمال اللي هي الدائمة يعني إيه اللي هي حمل ما بيتغيرش يعني ما ينفعش يجي فوقت وليه قيمة وفوقت تاني ملوش قيمة أو قيمة متغيرة ده الـ dead load زي مثلا الـ on weight الـ on weight وزن الكاميرا وده طول عمره هيفضل وزنها ثابت يعني الكاميرا وزنها ما هي إيه اللي هيغيره فهو ثابت حاجة لها وزن fixed يعني ما يتغيرش الـ wall load حمل الحيطة برضو حمل الحيطة ده حمل ثابت اللي هيقل ولا هيزيد الـ slab load الأحمال اللي على البلاطات تحتمل بقى الـ 2 تحتمل dead load زي وزن البلاطة نفسها البلاطة ليها وزن البلاطة الخرصانية ليها وزن أو الأرضية اللي فوق البلاطة الـ finishes اللي هي السيراميك والمونة والرملة اللي هي الأرضيات يعني ده برضو dead load لكن فيه برضو live load اللي هو إيه live load اللي هو وزن البناءات مين الـ human weight الفيرنتشر فيه حاجات بتبقى يعني متغيرة منكبه فيه في قاعة المحاضرات دلوقتي الناس كلها موجودة ومنك في لحظة ثانية الناس بتوقعش موجودة فده live load لان ده variable منكبه موجود ومكبه مش موجود فده اسمه live load الـ live load ده المصدر اللي هو حيط ليه هو البلاطات لكن الـ dead load موجود في كله موجود في الاسلابة موجود في الحيطة موجود في الكامر نبتدل أول بالـ on weight of beams عشان أجيب الـ on weight of beams إحنا متعودين دايماً الكاميرات كنا بناخد الأحمال على الكاميرات كنا بنعمل كنا بنعمل إيه كنا بنقول عندي كاميرا كده وعندي عليها هنا الحملة ده مثلا كنا بنقول إيه اثنين مثلا يعني طن per meter run اثنين طن للمتر ليه خدنا الحمل للمتر طولي من الكاميرا لأن الكاميرا هي بنسميها one dimensional element يعني one dimensional element يعني عنصر إنشائي لبعد طويل بالنسبة للبعدين التانيين أي حاجة في الدنيا 3D الكاميرات بنلاقي طولها مثلا 6-7 متر ولكن الـ cross section 25 في 60 25 في 60 وبالتالي الطول ده relative للـ cross section يعتبر كبير فعشان كده دايما بنحط الحمل على one dimensional element بالوحدة الأحمال ton أو kiloneuton أو whatever للمتر الطولي من الكاميرا فاحنا هنا وظيفتنا دلوقتي إن احنا نجيب وزن أو one weight بتاع الكاميرا للمتر الطولي هجيب one weight بتاع الكاميرا للمتر الطولي فاعمل ايه؟ هم أخد حتة من الكاميرا طولها متر هذه حتة طولها متر عشان نجيب وزن المتر دوت طيب الحتة لطولها متر ديت أبعد الـ cross section بتاعها ايه؟ B في T هنسميها كده B في T B اللي هو الـ breath يعني اللي هو عرض الكاميرا B والT اللي هو sickness ممكن ساع بعض الناس تكتبوا H اللي هو height مش هتفرق معنا احنا يعني احنا بالنسبة لنا احنا مسمينهم او الـ common يعني symbols بالنسبة لنا الـ B والT B عرض الكاميرا اللي هي الـ beam weights والT اللي هو عمق الكاميرا اللي هو الـ beam dips اللي هو كان قلة على 10 وقلة على 12 زي ما اتفقنا قبل كده والB اللي هو عرض الكاميرا اللي هو كان 25 سنتي أو 12 سنتي فعشان اجيب الـ weight بتاع البلوك ده اللي هو طوله متر في B في T بجيب اول حاجة الفوليوم بتاعه الفوليوم بتاعه بيساوي ايه؟ هيساوي طول في عرض في ارتفاع يبقى B في T في واحد اضرب الثلاثة ابعاد في بعض B في T في واحد يعني B في T الواحد ده طبعا خلص يبقى B في T يبقى الفوليوم B في T عشان اجيب الوزن هضرب بقى الدنسة بتاعة الخرصانة المسلحة في B في T فالدنسة بتاعة الخرصانة المسلحة هنسميها جاما جاما reinforced concrete فهنا يبقى عندي جاما reinforced concrete في الفوليوم اللي هو B في T يبقى جاما RC في B في T ده الواحد جاما RC دي بكام؟ بخمسة عشر كيلو نيوتن للمتر المكاعد ده الايه؟ الستاندرد كده ما هي ده ما بتزيد تقليل حاجات بسطة جدا فاحنا بيهناخدها ونطفق عليها ان هي خمسة عشر كيلو نيوتن للمتر المكاعد يبقى اول حاجة الواحد بتاع الكاميرا جاما RC في B في T وجاما RC بخمسة عشرين و B و T طبعا نحط الابعاد بالمتر ما ننساش عشان تبقى الدنيا كلها في اليونيتس كونسيستان وده بالكيلو نيوتن للمتر كيوب يبقى ده ميتر وده ميتر يبقى اليونيتس لما تضربهم في بعض يطلع كيلو نيوتن بير ميتر وده هو اللي انا عايز اجيب ده اول حاجة اللي هو الان ويت بتاع البيمز وزي ما اتفقنا ده ايه ديد لود طيب الانتنستي اوف سلابلوود ننقل بقى السلابلوود السلابلوود عندي زي ما اتفقنا ده البلاطة الخرصانية في فوقها الفلورينج الفلورينج ده زي ما اتفقنا بيبقى سيراميك ومونة ورملة زي ما اخدتوا في البيلدينج تكنولوجي او السلاة اللي فاتت او ترمي اللي فات عبارة عن اللي هي البلاط مثلا ايا كان نوعه ومونة تحته وبعد كده طبقة اترامل وفيه فوق البلاط ده فيه لايف لود الفرنيتشر والبنى ادمين والكلام دوت ده يعتبر لايف لود فاحنا هنا هنحسب لها البلاط اللودز للدد واللايف لودز السلابة كاون ويت والفلورينج دول ديد لود طيب تعال هنحسب بقى ايه الاوزان وزن البلاطة وزن البلاطة هنا بيساوي ايه وزن البلاطة هيساوي زي ما عملنا في في الكاميرا نفسها انا اخد الحجم بتاع البلاطة في دينستي بتاعت الخرصان فالحجم احنا هنطفق هناخد متر مربع متر في متر يعني ناخد من البلان متر في متر هنحسب وزن المتر مربع طيب الفوليوم بتاع المتر في متر دي ايه؟ هو الطول في عرض في ارتفاع يبقى متر في متر في الارتفاع الارتفاع نسميه تي اي اس سيكنس اف سلاب تي ليه اختصار او ابريفياشن لتي واس اللي هو دينوتس فور السلاب يبقى تي اس تخنت البلاطة يبقى احنا هنضرب جاما رينفوس كونكريت في واحد في واحد في تي اس واحد في واحد خلاص يبقى جاما في تي اس يطلع خمسة وعشرين في تي اس اليونتس بتاعتنا تبقى كيلو نيوتن للمتر مربع الخمسة وعشرين دي كيلو نيوتن للمتر مكعب و تي اس ديت بالمتر لازم نعود بالمتر يعني لو هي عشرة سنتي تبقى بوينت وان يبقى تحاصر الضرب بيطلع بكيلو نيوتن برميتر سكوير ده كده الان ويت طيب بعد كده نحسب الانتنستي 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 هنسميها جي اس جي فور سلاب جي دي جا فور جرافيتي يعني عشان الديد لود هو الجرافيتي لود يعني بغض النظر بقى تسميتها جاي منين هي جي اس فالجي اس اللي هو حاكتين زي ما اتفقنا وزن الاسلابة وزن الارضيات وزن الاسلابة خلاص جبناه اللي هو ايه جاما بتاعت الخراصة انا في تي اس اللي هي خمسة وعشرين في تقريبا بوينت وان لان معظم البلاطات يعني بوينت وان في الحدود دي ممكن طبعا تزيد يعني بس اصد يعني كفرست استمت يعني لو احنا عايزين نحسابها بالتقريب يعني ممكن بوينت وان لو احنا عارفين طبعا السيكنس بالزبط هنعوض بيه لكن لو مش عارفين انا افترضها بوينت وان ده كده السلاب اون ويت الترمي الاولاني لو سلاب اون ويت جاما لخمسة وعشرين في بوينت وان زائد الارضيات الفلورينج الفلورينج ده بقى ده حاجة بتكون جيفن بالنسبة لك بتكون عارفة يعني الارضيات هي في حدود من واحد ونص لاثنين كلي نوتن للمتر مربع لو ارضيات سيراميك تبقى واحد ونص لو ارضيات مادة يعني اتقل رخام مثلا ولا كده تبقى اتنين ممكن تبقى اتقل يعني ده بتبقى حاجة جيفن بالنسبة لك سواء اندالك في الاسايمنت او في الامتحان هتبقى من واحد ونص الى اتنين كيلو نيوتن للمتر مربع لو مفيش حاجة لو مش جيفن خالص افرضها واحد ونص ده رقم ريزنجول في المباني السكنية فافرضها واحد ونص كيلو نيوتن للمتر مربع يبقى كده احنا جبنا الانتنسي اوف سلاب ديد لود الاجس طيب اللايف لود هجيبه منين في عندنا كود اسمه كود الاحمال كود الاحمال ده هيديك اللايف لود هنجبها من الكود البي اس ديت او الانتنسي اوف سلاب لايف لود بنسميه بي اس عادة البي ده لو تفتكره في الانتنسي كان بيرمز للموفينج لود لما يكون حاملة كده متحرك يكتبوا عليه بي فالبي اس اللي هو اللايف لود بتاع الاسلابه ده من الكود هو عادة في المباني السكنية مثلا بتتكلم في يعني مئة متين وخمسين مثلا متين في البلكونات في الاوض مثلا بيبقى سوريا انا قلت بالكيلو جرام عشيب الكيلو نيوتن هيبقى اتنين كيلو نيوتن للمتر مربع دي للحجرات العادية وللسلالم والبلكونات تلاتة كيلو نيوتن للمتر مربع ده في المباني السكنية المباني الإدارية بتبقى اربعة التلاتة دي بتبقى اربعة للسلالم والبلكونات والتنين ونص بيبقى له الحجرات المصانع بتزيد عن كده المخازن بتزيد يعني مثلا المخازن لو مثلا عندك في نفس المبنى السكني ده او في نفس المبنى الإداري ده مثلا عندك مكان مثلا في مكتبة او في مخزن ورق او كده بتلاقي اللايف لود ده بيبقى ألف كيلو جرام للمتر المربع يعني واحد طن يعني عشرة هنا كيلو نيوتن للمتر المربع لان الورق يبقى وزنه تقيل الورق لو رصت الورق نفسها الورق طبعا خفيفة لكن لو تحط ورق في مكتبة او في مخزن بيوصل لألف كيلو جرام للمتر المربع اللاو ما يعيد لعشرة كيلو نيوتن للمتر المربع في السايمنت اللا عندكو هيبقى ده مبنى سكني فهيبقى اللايف لودز للقوض اثنين وللسلالم والبلكونات ثلاثة لو اوفيس بيلدينجز هيبقى طبعا قيم اكبر بس احنا الاسايمنت غالبان هيبقى اثنين وثلاثة ده كده الديد واللايف لودز اللا على السلابة طيب انا عايز بقى انقل الديد واللايف دول للقامرا اشوف الكامرا هتشيل قدي منهم هتشيل كام يعني انا الكامرا زي ما اتفقنا نرجع كده كده كانت عندنا الكامرا هنا ايه بحسب اللود للمتر الطولي طيب هي كون ويت خلاص حلناها طيب كسلاب لودز فادي عند الاسلابة has it عايز بقى اشوف المتر الطولي من الكامرا بيشيل قدن الاسلابة يعني كل اللي انا عايز اجيبه Bit بالأحمال للهمل المتر الطول boy من الكامرا الحمل المتر طولي من الكامرا فعشان اجيب الحمل للمتر الطولي من الكامرا لازم اخد من اللسل objectively الكده عرضها متر دي بلاطة وا 있고요 يعني خلا بني يرجع كده بس Sig 21 بrato بلاطة واي واي اهي متشالة على كامررين اتنين مافيش كامير في الاتجاه التاني فاحنا اللود كله البلطة تقسمت نصين نص راح للكاميرا ديت ونص راح للكاميرا ديت الحتة دي ارتفاعها X او طول المسافة ديت اللي رايحها للكاميرا طولها X طيب انا عايز بقى اجيب الحمل للمتر فاخد حتة عرضها متر من الكاميرا اللي الجزء دوت واشوف بقى الاحمال اللي في المنطقة ديت هلها نديها لون تاني اللي هي دي اللون ها اصفر دي الاحمال اللي في المنطقة ديت اللي هتروح للكاميرا قد دي فاضحة كده يعني انا خدت حتة طولها متر من الكاميرا وخدت ايه الشريحة اللي معاها ديت اللي هي عرضها طبعا كده متر واشوف الاحمال اللي عليها اللي تروح للكاميرا قد دي طيب الاحمال اللي هنا قد دي هتساوي انا عندي اللود بتاع البلاطة للمتر المربع او المتر المسطح لو ضربت اللود في الاريا دي هو ده اللود اللي رايح للكاميرا طيب الاريا دي عبارة عن مستطيل واحد عرضه في اكس طوله يبقى لمضرب واحد في اكس في الانتنستي بتاعت الاسلاب سواء dead load او live load هيديني الحمل اللي رايح ليه المتر ده يبقى هنا اللود دوت الWS اللي هي سواء كانت GS او PS اللي هي dead ou live هياخد الكلام دوت هاضربه الWS ديت في واحد في اكس للاريا الصفرة الاريا الصفرة او واحد في اكس طيب الواحد ده خلاص ضربنا في اكس مانوش وجود يبقى WS في اكس يبقى الوزن اللي رايح للبلاطة سوري اللي رايح للكاميرا من البلاطة هو WS في اكس اللي هو كسافة الحمل او الانتنستي بتاعت اللود بتاعت البلاطة في الطول او ارتفاع المستطيل اللي الكاميرا دي بتشيله يبقى هنا اللود يساوي WS في اكس سواء WS ديت او live احنا طبعا هنفرق الدد عن اللايف يعني الدد هنعمله الواحد واللايف الواحد طيب لو احنا عندنا بلاطة يعني عند اربع كاميرات يعني واحد اتنين وفيه اتنين تانية هنا بس انا مش رسمهم بس عشان ايه توضيح الدنيا تبقى واضحة يعني فيه كاميرا هنا كمان هنا فيه كاميرا زيها وراء المهم يعني هي فالكاميرا دي شايلة الترابيزيوم دو شايلة الترابيزيوم دو طيب نفس الكونسيبت همواخد شريحة عرضا متر من البلاطة او من الكاميرا يعني واقول اللود اللي في الشريحة دي او اللي في البلان ده من البلاطة هيروح للكاميرا فنفس الطريقة الاريا بتاعت البلان ده ادي واحد في اكس الطول في اكس في العرض واحد اضرب واحد في اكس يديني الاريا دي لو ضربت الWS في الاريا هيديني الو WS في اكس يا والله ايبا ما فرقش وده زي ده الفاربين ده وبين ده ما زي بعضهم لا مش زي بعض زي بعض طول ما عندك الارتفاع بتاع البلاطة او الجزء للكاميرا الشلام من بلاطة عرضوا كده X لكن تيجي في الآخر هنا في الحتة دي اللي هي لونها أخضر دي كده طلعت أصفر برضو معلش علشان اللون رماضي الحتة دي الارتفاع مش X الارتفاع بيتغير يعني هنا بيبقى X في الأول X بعدين يبتدي ينزل جراديوة لكده لغاية 0 فالمنطقة اللي هي بعيدة عن المثلثين المثلث اللي في الأول واللي في الآخر اللي من أول هنا لهنا ديت آه الطول أو ارتفاع الترابيزيوم ثابت اللي هو الارتفاع ده وبالتالي هيبقى من أول هنا لغاية هنا اللود WSFX ييجي هنا يبتدي بما أن الارتفاع بL يبقى WSFX دي تقل جراديوة لغاية لما توصل هنا كام عند النقطة دي بقى الارتفاع بزيرو يبقى بقى قيمة اللود زيرو يبقى اللود عندي هيبقى حاجة بالمنظر ده كده برضو شكله ترابيزيوم ترابيزيوم هيبقى WSFX في المنطقة اللي في النص اللي هي قبل ما الخط الخامسة واربعين ده يبتدي يعني لغاية هنا وبعد كده يبتدي ينزل لغاية الصفر ده شكل اللود بمنتهى البساطة نيجي بقى لللود لو فيه الكاميرا اللي هنا ديت اللي هي القصيرة دي اللود اللي جاء عليها ايه هيبقى مسلس هيبقى WSFFXF لغاية كده الموضوع بسيط لا مش بسيط ولا حاجة ليه مش بسيط لأن احنا مش بنحل كاميرا سيمبل بيم احنا بنحل كاميرات كنتينيوس طب ما انا لما حل دي اللود ده عندي البرابولة W على 8 وشكرا وشير WL على 2 وشكرا وخلص لماجح اللي دي صعبة صنة بس تيجي لأن ده البندج مومنت يبقى عمل إزاي مش يبقى بربولة في النص second degree بربولة في النص لكن عند الجزء اللي في الأول ده عند اللود اللي هو ماشي linear كده بيزيد من الزيرو لغاية WSFX هيبقى البندج مومنت third degree بربولة third degree بربولة لأنه هو اللود نفسه first degree فهيطلع شكل المومنت تعالى كان نرسمه هيطلع شكله كده في النص هنا في الحتة اللي هي فيها اللود ثابت هيبقى second degree وفي الحتة اللي اللود فيها variable كده هيبقى third degree هيبقى بربولة شكلها غريب كده ده مش كده هو بس تعالى بقى للشير الشير الحتة اللي فيها اللود ثابت هيبقى linear زي ما احنا متعودين الحتة اللي فيها اللود مش ثابت اللود بيتغير linear كده هيبقى الشير نفسه بربولة second degree بربولة فالقامرة دي مع غلستها مقدورة عليها برضو يعني هي غلصة بس لو يعني لو هي simple beam هنعرف نتصرف ونحلها طب دي لو continuous beam بقى هنعمل ايه يعني ممكن تكونوا ما دخلتوش او في الستاتيكالي اندترمنت بس يعني الستاتيكالي اندترمنت بس يعني الستاتيكالي اندترمنت بس حلها مش سهل اوي كده يعني حلها غتيت يعني فعشان نحلها لما يكون اللود uniform بيبقى كويس جدا لما يدخل بقى في احمال زي كده بتوبقى الدنيا مع عادة فايه الحل الحل كان ان احنا نبسط الدنيا يعني نبسط الدنيا نحول اللود ده اللي هو الترابيزويدل ده الى equivalent load equivalent يعني load rectangular load زي ده كده يعني احول ده لحاجة زي دوت طيب اللي انا احوله احول من ده الى حاجة constant load كده او uniform load ال uniform load دوت مفروض يبقى احجيبه ازاي مفروض يدي نفس effect بتاع اللود الاصلي يعني لو انا عندي هنا بيديني مثلا الM هنا M maximum لازم لما حط uniform load كده equivalent يديني نفس الM maximum تاني اللود ده هشيله واجيب load equivalent سهل وسهلس تأثير اللود ده لازم يدي نفس تأثير اللود ده يعني لو ده بيدي M maximum ده يدي M maximum M maximum ده انا عرفها اللي هي W score على اثنين وسهلة فلو جبت الW ده اللي هي تديني نفس الM maximum بقت الدنيا ايه سهلة سواء في ال statically indeterminant او statically indeterminant فيبقى انا هجيبه load هنا يدي نفس ال effect طب اللود ده قيمته هتساوي ايه هتساوي W S في X في فاكتور فاكتور التحويل ده اسمه alpha يبقى W S في X في alpha alpha دي تحول اللود ده اللود يدي نفس البندنج ممت طبو شير لا طبعا ده مش هيدي نفس الشير لا كده ما هو لا ما فيش load uniform يدي نفس الشير والmoment بتاع اللود ده لا تبقى مش ممكن بحاجة ما هزالة يعني فهنا هيبقى فيه عندي لازم فيه تحويلة تانية تحول لي اللود ده الى load equivalent for shear يدي نفس الشير بل Q maximum هنا هي نفسها Q maximum ده هيبقى نفس اللود ده استحالة هيبقى load تاني مكافئ للشير اسمه load equivalent for shear هيبقى W S في X في beta يبقى انا عندي في الاخر اللود هيساوي W S في X في alpha لو انا بتكلم على المومنت وفي beta لو انا بتكلم على الشير يعني معنى كده بقى عندي اربع احمال لكل كاميرا ليه اربع احمال انا عندي حملة equivalent للمومنت وحملة equivalent للشير وعندي حملة للdead load وعندي حملة للlife load يبقى هيجيب عندي مرة equivalent للمومنت كdead load ومرة equivalent للمومنت كlife load ومرة equivalent للشير كdead load ومرة equivalent للمومنت كlife load اربع احمال لكل كاميرا هنحسبه طيب نجيب بقى نشوف بس الاول قبل ما نحسبه نشوف الالفا والبيتا دول بيجوا ازاي الالفا والبيتا دول سهلين جدا في جدول تابل الجدول دوت بندخل بي بل على اتنين اكس اللي هم طول البلاطة على عرضها ليه بقى ليه سمها اتنين اكس هنا وليه مش كنا بيه على ايه من شوية اه هي بيه على ايه بس هو التابل ده عبارة عن ايه عبارة عن جاي من الرسمة اللي قدامنا ديت يقولك لو طول الكاميرا ال والمسافة الترانزيشن اللي اللود بيتغير فيها من الزيرو للقيمة الماكسوم طول اكس يبقى هو دخل من هنا اكس ودخل من هنا اكس فالتيبل ده مبني على اساس ال على الاتنين اكس دول نقسم ال على اتنين اكس يديك الفا وبيتا ال على اتنين اكس في السطر او الرو نمر واحد الاولاني الفا في الرو نمر اتنين بيتا في الرو نمر اتنين فلو خدنا ال على اتنين اكس دي هنا اتخط ده لازم اتفاقنا على خمسة واربعين درجة على 45 درجة يعني المسافة دي لو X دي X كده يبقى لازم دي برضو X وDX يبقى دي كده 2X يعني هنا البعد الصغير بتاع البلاطة بما ان المسال لازع على 45 درجة يبقى البعد الصغير ده هيطلع 2X نتيجة انه ده X يعني هي L على 2X هي نفسها ال B على A بس يعني عشان لما هتبص على التابل في ال design aids اللي انت هتستخدمها اللي هنبعتها لك او اللي هي في المطبع يعني او اللي هتفتاح هتشوفها في اي كتاب بره او تيكسبوك او حتى المساعدات التصميم بتاع الكود هتلاقي موجود التابل بالشكل ده اللي هو L على 2X اللي هو طول البلاطة العرضها هتدخل بL على 2X تجيب Alpha و Beta يعني مثلا لو L على 2X مثلا بواحد ونص يبقى Alpha ب.853 و Beta ب.667 يبقى هنا نجيب Alpha و Beta طيب كده حسبنا Alpha و Beta للترابيزويدل طيب افرد بقى الترابيزويدل لوت ده بدأت النقطة X دي يعني ايه او الطول اللي ده قاعد يصغر 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 لغاية لما بقت ال2X دول تقابلوا مع بعض او الX دي والX دي تقابلوا في نقطة في النص بقى الحملة هنا ايه بقى مثلس يعني لو X والX مجموعهم او L على 2X بواحد معنى كده ان الX والX دول بيتقابلوا في نص ال ايه القمر L على 2X بواحد هنا Alpha بكام بتلتين وبيتا بوينت 5 طيب يبقى معنى كده ان الحمل المسلس هيبقى Alpha ليب تلتين وبيتا بنص يبقى انا ممكن اعتبر ان هي قاعدة واحفظها كده ورايح دماغي ومادخلش في الجداول L مسلس Alpha ليب تلتين وبيتا بنص ليه؟ لا عايز تعرف ليه؟ لان L على 2X بتاعته بواحد ده حالة خاصة من ده مسلس زي حالة خاصة من ده حصل فيها ان ال2X بقى اقدل L فبقى إلا هتنكسب واحد يبقى في التبل تلتين ونص يبقى المسلس على طول تلتين ونص يبقى انا عندي البلاطة فيها مسلس وشابه منحرف شابه المنحرف اجيبه اجيب نسبة طول البلاطة العرضها ادخل الجدول اجيب Alpha وبيتا المسلس ما بدخلش ولا بعمل Alpha بتلتين وبيتا بنص في بعض Limits باستخدام Alpha وبيتا احنا هنقول الليمت بتاعنا واي حاجة تخالف الليمت ده ما تنفعش ايه Limits بتاعتنا ان لازم يكون عندي الكاميرا لها support في الاول وفي الاخر اللي انا بحسب لها Alpha وبيتا يعني ال Equivalent Factors لازم يكون لها support في الاول وفي الاخر لازم يكون اللود متماثل شايفين مصيب المنحرف ده او المسلس ده متماثل وتكون القيمة المكسموم في النص ده دول الشروط بتاعتي اي حاجة غير كده ما تنفعش يعني تعالى مثلا للكيس دي قدي شيبه منحرف support في الاول وفي الاخر شيبه منحرف بس ايه مش متماثل الحتة دي غير الحتة دي ما ننفعش المسلس مش متماثل يعني المكسموم بتاعه مش في النص زي ده كده ما تنفعش طيب شيبه منحرف بس مش بدء من الاول ومن تي يعني الصفر بتاعه مش في support في الاول خالص ما ينفعش هتقول لها في حالة دي زي ايه تحصل اه طبعا كتير بتقابلنا حسب structural system يعني ممكن هنشوف في الامثلة يعني فالشيبه المنحرف ده كده طالما ما بدأش من عند support وانتا عند support الزيره بتاعه هنا والزيره بتاعه هنا ما ينفعش برضو المسلسة ما بدأش من الايه من support لل support ما ينفعش طب شيبه منحرف بس مش كامل بص بقى تقطش هنا قطش تكملته جاي ماشية كده رايحة في الباكة اللي جنبها يعني ده شيبه منحرف كل حاجة بس مكمل على الباكة اللي جنبها فالجزء تقطش منه الحتة دي ده ما ينفعش ما بدأش من الاول ده نفس الكلام ما ينفعش طب اتنين شيبه منحرف كده او اتنين مسلس لأ برضو لازم مسلس واحد او شيبه منحرف واحد طب مسلس او شيبه منحرف متماسل وزي الفل وبدأ من صفر ومنتهى بصفر بس على كانت ليفر برضو ما ينفعش لان هنا لازم يكون فيه support في الاول و support في الاخر الخلاصة لو ظهر عندك حاجة غير الشكل ده والشكل ده ما ينفعش alpha و beta طب ما ينفعش alpha و beta اعمل ايه اجيب الاكويفلنت ازاي لا مش هنجيبها اكويفلنت هنعمل حاجة طريقة تقريبية الطريقة التقريبية ده بنعمل ايه بنحسب اللود ده ونقسمه على الاسبان يعني كأنه من بلدي كده بنسميها بنسيح اللود بنجيب الـ average load الـ average load اللي هو WS في الاريا على الاسبان يعني ايه يعني نشوف مثلا مساحة المسلسة كام نص القاعدة في الارتفاع وبتاع هات المساحة اضربها في WS كده جبت الـ total load الـ WS دي ايه الـ intense بتاعة اللود الاسلابة اللود للميتر سكوير كيلو نيوتن بالميتر سكوير لما اضربه في الاريا دي اداني اللود الإجمالي يبقى بالكيلو نيوتن بس كيلو نيوتن ده ايه اسياحه بقى تاني على طول الكاميرا عشان انا عايز الكاميرا الحمل بالايه بالكيلو نيوتن للمتر فاخد اللود اللي جالي ده اقسمه على طول الكاميرا يبقى قسم هنا على الاسبان يبقى WS في الاريا على الاسبان ايه بقى سيجمة دي سيجمة دي لان انا ممكن يكون عندي البلاطة الكاميرا صاري شيلة أكتر من بلاطة زي مثلا دي ما دي شيلة دية مسلس هتشيل من البلاطة دي مسلس اللي على يمينها ومن بلاطة اللي على شمالها سبب منحرف هجمع اوريا دي كلها واضربه في WS واسمه على الاسبان دي الطريقة اللي هي approximate لما الليمت بتاعة Alpha و Beta تبقى مش متحقق اخر حاجة عندنا اللي هي Intensity of workload Intensity of workload الwall load بتجيب Intensity ازاي اللي قوله ده برعا حاجتين الطوب نفسه و Cover weight اللي هي البلاستر او الدهنات يعني والمحارة والدهنات فبنحسب الcover weight هندي لقيمة سابتة كده الwall weight ده بنحسبه ازاي هنحسب الاول هناخد متر في متر حتة كده متر في متر من الحيطة ونحسب الvolume بتاعها ونضربها بعد كده في جاما بتاعة الطوب زي ما عملنا في البلطات طيب يبقى عندي متر في متر في ايه في البعد التالت اللي هو مين بقى العمودي على الشاشة اللي هو تخانة الطوب يبقى اللي هو هنسميها TW اللي هو تخانة الwall فلما تضرب واحد في واحد في TW ده الفوليوم يبقى الواحد في واحد دول خلاص اركنهم بقى TW الvolume TW تخانة الطوب يعني الاببريفيشن بتاع T لالسيكنس والW ليه الول فأضرب TW في جاما للبريك يديني الول ويت ده وزن الحيط بلاستر بقى او الكافر ويت بحوالي 0.8 كيلو نيوتن برميتر سكوير اللي هو المحارة والبياض وكلام ده اللي هو وزن المحارة طيب وزن الطوب جاما بريك هيبقى مدولك بس انت يعني لو لمعلوماتك يعني ده تقريبا الرينجيز بتاعت أوزان الطوب الطوب الأسمنت المفرغ الطوب الأسمنت المصمط الأحمر المفرغ أو المصمط مثلا المفرغ الأسمنت من 14 ل 16 كيلو نيوتن للمتر مكعب وهكذا انت لو مش جيفن ديك اي حاجة افرد 18 لو مش جيفن اي حاجة افرد جاما للبريك 18 طبعا احنا مش هننسيب لك العملية سايبة كده سواء في الامتحان هنديالك طبعا حتى عشان نعرف يبقى فيه ارقام بنمشي وراها في التصيح يعني فهي جاما للبريك هتبقى في حدود 18 طبعا خلصنا كده وزن المتر المربع اللي احنا حسبنا دلوقتي الانتينيستي فول لود اللي هو جي دابليو طبعا نسمينا هنا جي دابليو زي ما سمينا جي اس قبل كده هنا سمينا جي دابليو اللي هي ابريفياشنز ارتفاع الدور هنسميه HF height of floor من وش الكاميرا لوش الكاميرا ده HF ارتفاع البيم اللي هو TB ارتفاع الحيطة نفسه بقى اللي هو HW HW هيساوي ارتفاع الدور ناقص TB HF ناقص TB كده حسبنا ال HW ده اللي يهمنا دلوقتي اللي هو ارتفاع الطوب الحيطة ديت لو انت حاولت تكسرها هتلاقي ايه اللي بيحصل هتلاقي فيه اجزاء اللي جنب العمود دي مسكة في العمود كويس يعني انت لو دخلت في الحيطة ضيئة كده بحاجة عشان تكسرها دخلت في عبا عربية مثلا عشان تكسرها هتلاقي تكسرت بالشكل ده وتلاقي فيه اجزاء كده عند الجنب كده مسكة في العمود اللي هي شكل المسلس ده هنا او هنا ده بنسميه الارش اكشن الارش اكشن ان فيه جزء من اللود بيتنقل كارش اكشن وفيه جزء اللي هو لازق في العمود ده بيوماسك في العمود كويس فبين الجزء من اللود للعمود فاحنا بنحلها ازاي ديت بنعمل يعني طبعا اللازق في العمود ده راح لمين راح للعمود الخط ده كده بيفصل لما بين الجزء اللي هيروح مباشر للكاميرا اللي هو على شكل شبو منحرف تقريبا وجزء اللي يروح للعمود اللي هو على شكل مثلس فبنعمل ايه ده طبعا اللي كنت بقوله فيه جزء جزء اللي هو على شكل شبو منحرف ده بيروح للكاميرا والاجزاء اللي لازها في العمود المثلسات دي بتروح الارش اكشن ده حساباته عاملة بالزبط شبه حسابات البلاط اللي قلناها من شوية ان الكاميرا جاي لها اللوود على شكل شبو منحرف فنهجيب اللوود اكويفلنت للشير واللوود اكويفلنت للمومنت وكده لكن هنبصف عليكم الامور مش بس للتبسيط هنلغي الارش اكشن دوت وهناعتبر ان الحيطة كلها رايحة للكاميرا بقت عاملة زي زي يكون يقول WS في X هيبه هنا GW في H W حاجة كده يعني ده مش موضوع تبسيطه بس ده في سبب اقوى من موضوع التبسيط ايه السبب ان انا لو حسبت الجزء اللي هو التربيزويدل ده على الكاميرا وحسبت المثلث على العمود وحسبت المثلث على العمود واشتغلت كلام ده مظبوط بس جرت العادة يعني ان الناس بتنسى المثلث يعني يحسب اللود على الكاميرا زي الفل وبتاع وعلي كده ايه ومجاب الرياكشن حطه على العمود ينسى المثلث زوات فبقى في ده اللود كده اللي رايح للعمود بقى under estimated في حاجة غلط فقلنا بدل ما يبقى ندخل فيه المغرز زوات واني يبقى عندنا مشكلة ممكن تحصل ويبقى العمود محسوب عليه الاحمال غلط ويطلع العمود unsafe في الدزاين قلنا احنا هنغغي الارش اكشن ده هننجلكته خالص ونعتبر ان اللود كله نازل على الكاميرا اللي هو الحيطة كلها كده حصل ايه حصل ان احنا مضعش علينا الحمل اللي رايح للعمود اه الكاميرا جلع لود زيادة يعني conservative شوية بس مش مشكلة طيب اللود ده بقى بيساوي ايه هنحسب كسافة اللود في ارتفاع المستطيل اللي هو hw يبقى اللود هيساوي gw وده طبعا dead load ده كده الحمل بتاع الحيطة لو انا بقى بتكلم على الكاميرا اللي هي في الروف دي اخر دور طبعا gw كالاتي هحسب gs اللي هي dead load for slab 25ts زيد واحد ونص ده كيلو نيوتن برميتر سكوير ps هجبه من الكود هحسب gw لجامة break في dw زيد 0.8 كيلو نيوتر برميتر سكوير هبص على اللود اللي عندي لو اللود بريكتانجلر مستطيل زيد ده كده زي الone way slabs هيبقى عندي هاعتبر ان الفا وبيتا بواحد. هيبقى عندي الفا وبيتا بواحد. لو لود مسلس هيبقى الفا بتلتين بيتا بنص. لو لود شبه منحرف هدخل بقل على تين اكس اللي هي طول البلاطة على عرضها هجيب الفا وبيتا. بعد كده هطبق الجدول اللي قدامي ده. ايه الجدول ده? انا عامل بحس باربع حالات اربع قيم مرة. اللي هما لونهم اصفر دول هيديدلود والول هما اخضر دولп للايف لود. الاتنين اللي فوقه دول للبينديง والاتنين اللي لتحت الاشير orb. زي ما قلتلك فيه اربع احمال. اثنين للبينديم و اثنين للاشر. الاتنين للابيندش واحد منهم داد واحد لايف. والاتنين للاشر واحد داد واحد لايف. ده كده الاربع حالات اللي حاسبهم. هكتب فوق وكده عشان ما ننساش اللود اللي جايلي مصدره يعني مصدر اللود فيه beam on weight فيه slab load فيه wall load فيه irregular slab load اللي هي ما بينطبخش عليها الرول بتاع alpha و beta طيب نمسك الon weight الon weight valid في مين في الأربعة دول؟ في الاتنين الصفر؟ والاتنين الخضر؟ والاتنين الصفر بس؟ والاتنين الخضر بس؟ أكيد هبقى valid للاتنين الصفر بس اللي هما dead load لأن الon weight بتاع الكاميرا الbeam on weight ده dead load يبقى حط الترم بتاع الon weight هنا وهنا gamma rc في b في t ده أول حاجة طب تعالى اللي نخلصه نعمل عليه صح يبقى كده خلصنا من ده خلصنا من ده طيب نمسك الslap load الslap load موجودة في ال dead والlive ولا في ال dead بس والlive بس؟ موجودة طبعا في ال dead وفي الlive طيب تعالى نمسك اللي ايه؟ ال g bending يبقى عايز أحسب ال dead equivalent bending يبقى gs dead يبقى الكسافة بتاعت اللي ايه؟ ال dead load بتاع الslapة اللي هي gs في اكس اللي هو الارتفاع بتاع الاسلابة اللي هو ده في ألفا يبقى هو gs ده عشان dead اكس ده ارتفاع البلاطة في ألفا عشان انا بحسب هناك يبقى حط الفاكتور بتاع ال bending اللي هو ألفا طيب نمسك ال b bending ال p bending ال live load for bending هيبقى ايه؟ ps live load بتاع الاسلابة في اكس ارتفاع البلاطة في ألف عشان بحسب bending نفس الكلام هيتكرر لل shear ال g for shear هيساوي gs في البيتا لان انا بحسب for shear وال b for shear هيبقى ال ps في اكس في البيتا اللي هي الاكويفلان فاكتور بتاع الشير كده خلصنا ال slab load لا مخلصش ده كده ال slab load اللي هو اللي جاي من حاجات regular اللي بينطبق عليها ألفا وبيتا تعالا نكمل بقى ايه اخر واحدة خالص اللي هي irregular slab load اللي regular قاعدتها ايه؟ قاعدة ال irregular سيجما ال ws في الاريا على الاسبان يبقى هاجمع هنا سيجما ال ws في الاريا على الاسبان لو بتكلم على g bending هيبقى gs لو بتكلم على ال p bending هيبقى ps اللي بعدها ال g for shear برضو gs ال p for shear برضو ps الله يعني ما على كده ان ده ودا مختلفوش ودا ودا مختلفوش اه طبعا لان احنا قلنا مفيش بقى ألفا ولا بيتا ال bending وال shear هيبقى تبسيط في حالة irregular slabs وهيبقى الاثنين زي بعض ال bending وال shear هياخدوا نفس حاجة اللي هي sigma ws في الاريا على الاسبان فبس يبقى زي بعض في حالة الدد gs في حالة shear هيبقى ps طيب كده الايه اللي سلاب لود خلصناه نكمل بقى فاضل الول لود الول لود هتبقى موجودة في مين؟ في ال g bending والp bending والg shear والp shear لا طبعا هتبقى موجودة في ال g bending بس والg shear بس مش موجودة في ال live load هيبقى في الاثنين هتبقى gw في hw gw في hw طب alpha و beta ما خلص ما هي مستطيل alpha و beta بتاعتهم بواحد خلص هي gw في hw هنا برضو نفس الكلام لو اللود مستطيل في البلاطة ما خلاص مفيش alpha و beta بالسانية عشان يعني تبقى الدنيا يعني general أوي فانا قلتك يعني اعتبر كأن المستطيل لي alpha و beta و كانون بواحد يعني عشان بس تبقى الامور ايه تساهل الدنيا فده كده ال summary بتاع حساب الاحمال كله متلخص فيه السلايد ديت ننقل بعد كده الى حسابات او حساب ال reactions عايز احسب reaction camera b1 على camera b2 زي ما اتفعى انا قلنا b1 supported على b2 طيب b1 ديت جاي لها اتنين trabezoidal يعني نمسك كل بلاطة البلاطة ديت ايه؟ متشال على الاربع كاميرات تبقى ونسبة طول الكاميرا العرضها اقل من اتنين تبقى two way slab ونفس الكلام دي زيها يبقى هرسم هوزع بيه بمثلثات واشباها منحرفات فالكاميرا b1 جاي لها شبه منحرف من ناحية دي وشبه منحرف من ناحية دي زي بعض بالظبط فناخد الكاميرا ديت واحسب لها اللودز اللي جاي عليها واحسب منها الرياكشن اللودز بقى بالطريقة اللي قلناها هنحسب اللود الاكوفلنت للتسريع واللود الاكوفلنت للشير اعيز احسب بالتadasione استخدم الورد الاكوفلنت للبندن مين امان الورد الاكوفلنت للشير استخدم الورد الاكوفلنت للشير لازم من هنا احسب اللود الاكويفلنت للشير ليه ليه ج شير أو بي شير يعني سواء مرة للدد ومرة للايف مرة هيبقى ج شير ده في حالة الدد وفي حالة الليف بي شير ليه للشير لان زي ما اتفقنا لو ارجع كده بالزاكرة كامل سلايد وراء احنا كنا بنحسب اللود الاكويفلنت للبندنج بيد Nej بيد نفس البندنج بتاع اللود الأصلي واللود الاكويفلنت للشير بيدي نفس الشير بتاع اللود الأصلي طب إيه العلاقة بين الرياكشن والشير العلاقة بينهم إيه العلاقة بين الرياكشن ده كده والشير عند الستكشن ده ما هو هو يعني الرياكشن ده هو نفسه الشير يبقى أنا لما عايز أجيب الرياكشن صح لازم أجيب الشير صح طب الشير صح إمتى لما يكون عندي اللود اللي هو الإكويفلنت للشير لو واحد يستخدم اللود الإكويفلنت للبندين هيديله بنتين مصبوط مختلف معش بس هيدي له شير غلط وطالما أيضال له شير غلط يبقى أيضا له رايكشن غلط يبقى الرايكشن بتاعي ده مش مصبوط يبقى مرة تانية لما أجي أحسب الرياكشنات من كاميرا سنوية لكاميرا رئيسية أخذ اللود بتاع الشير بتاع الكاميرا السنوية عشان أجيب منه الرياكشن ليه؟ لأن اللود ده بيديني الشير الصح والشير الصح هو نفسه الرياكشن الصح لان الشير والرياكشن ميساوي بعض فهنا اجيب الجي شير اجيب منها رياكشن اسمه جي كابتال والبي شير اجيب الرياكشن بي كابتال بعد كده هاجف الكاميرا بي 2 اللي هي الكاميرا الرئيسية احط عليها في النص جي اور بي مرة يعني يعني الاتنين دون موجودين هنتستخدمهم بقى ازاي لسه بعدين دي قضية تانية المهمة يعني عندي هنا حملين مرة ديد لود قيمته جي كابتال ومرة لايف لود خيمته بي كابتال زي طبعا الكاميرا بي 2 شيرها مسلسين اهم فاكرين بلا ما قلنا هيتقابلنا حالات فيها irregularity اهو لان عندي مسلس هنا ومسلس هنا ومسلس مش مسلس واحد من الاول الاخر وكده لأ ده مسلسين فطبعا ما ينطبقش على الكاميرا بي 2 دي alpha و beta ولازم اعمل اللود بتاع الاسلاب بطريقة تسيح الحمل في هنا اجزامبل محلول بالارقام بلاطة 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 جميع بعض واحدة 6 فاربعة واحدة 4 فاربعة وطلع كابولي منها كده طوله متر طبعا الاربعة فاربعة اللود دستريبوشن بتاعها هيبقى اربع مسلسات لانها مربعة فالخطوط اللي هي على 45 درجة هتطلاخها كلها في نقطة واحدة البلاطة الكابولية طبعا هيبقى one waste lab بترمي على الكاميرا دي البلاطة اللي هي 6 فاربعة هيبقى اشباه منحرفات ومسلسات نتيجة ان فيه طول اكبر من التاني فهتلاقي تقابل الخطوط اللي على 45 مش هيكون في النص يبقى فيه منطقة هنا هيتقابل هنا عند النقطة دي وعند النقطة دي وترسم بينهم خط موازل الكاميرا ده توزيع اللودز هنحسب الأحمال عندنا ونوزع اللودز ونحلها طبعا انا هسيبكوا بقى تبصوا على المسألة ديت بنفسكو وشهية محلولة بالأرقام لغاية الآخر وتوضح عليها كل التفاصيل زي طبعا الجزء بتاع التوتوريالز هيتشرح فيه الكلام دوت فكده طبعا يبقى تقدر تحل الاسايمنت ده إجزامبل تاني نفس المسألة يعني بس مطلوب بقى اللود فورشير عند منج على الكاميرات بواحد وباثنين وباثنين وبثلاثة وبس كده تبقى المحاضرة انتهت ترجمة نانسي قنقر